بسم الآب والابن الروح القدس الإله الواحد أمين أحب أن أنا أمتهز الفرصة عشان أوجه رسالة خاصة بمناسبة عيد ميلاد رب المجد وبمناسبة أيضا بداية العام الجديد أوجه هذه الرسالة لكل إخواتنا الكهنة وكل الناس اللي بتخدم في كرم الرب وأيضا لكل الشعب المؤمن الذي يرى أو يسمح هذه الرسالة سلام المسيح معكم أتحد معكم في هذا التوقيت اللي احنا بنحتفل فيه بعيد الميلاد وخاصة بنبدأ بداية عام جديد أنتهز الفرصة دي عايز أهني كل الشعب بميلاد رب المجد ونحن بنحتفل ببداية هذا العام كمان بصلي معاكم أنه نحقق في العام الجديد ده ما يريده الرب من مشيئة صالحة الحقيقة كلنا بنعرف وكل العالم وبالأخص بلادنا الحبيبة مصر ما نمر به من ظروف صعبة بسبب هذه الجائحة اللي يمكن بسببها تعرض كتير من إخوتنا لكثير من الألام ويمكن ناس كتير تعرضت لبعض الصعوبات الألام الجسدية ربما تكون وربما أيضا بسبب هذه الجائحة تعرضوا لظروف مادية تكون صعبة لكن نحن نؤمن وأنا برفع إيماني معكم أن إله السماء ما زال يمسك بزمام الأمور أؤمن تماما أن لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماء وقت أؤمن أن هذه الجائحة مهما طال الوقت أو قصر لا بد لها من نهاية أؤمن أيضا وذي قاعدة روحية وربما تكون أيضا قاعدة زمانية إنما عندما ترتفع الأزمة أو الضيقة لأقصى درجاتها فهذا يعني أنها قاربت على الانتهاء نؤمن أيضا وهذا أيضا أتمنى أن يكون إيمانك وعندما يزداد الليل سوادا ويصبح حالكا جدا نؤمن أن الفجر أصبح قريبا جدا أؤمن تماما أن لكل شيء نهاية فهي لن تستمر إلى الأبد أؤمن أن هذه الجائحة لها توقيت وتصلي معها أن يكون حان هذا التوقيت اسمحوا لي كمان أن أنا أعيز أصلي من أجل كل أحبائنا اللي يمكن في هذا التوقيت اللي احنا بنمر به حاليا بيتعرضوا لأي ظروف صعبة أو أي ألام نفسية أو أي معاناة أو يمكن ناس وهي بتسمع هذه الكلمة بتكون بتتعرض لألام جسدية بسبب هذه الجائحة اسمحوا لي في هذا التوقيت أن أنا أرفع صلاة خاصة من أجل كل هؤلاء وأصلي بالأخص من أجل يمكن بعض الناس قاربين إلينا فقدوا أحباء بسبب هذه الجائحة أنا أقدم لهم كل التعزية وبطلب من إله السلام أنه هو يملأ قلوبهم رغم يمكن مفارقة الأحباء تكون مؤلمة لكن عندي إيمان أن إله السلام يقدر يعزيه ليه ثقة كبيرة جدا وإيمان كبير جدا في إلهنا الصالح المحب أؤمن تماما أنه بيسمع وبيستجيب حتى أن تأخر الوقت بعض الشيء لكن أؤمن أن له توقيت في الاستجابة وإرفع معي واتحد معي في صلاة أنه الله قادر أن يمد يده بالشفاء ويرفع عنا هذا الوباء كمان حابب أننا أرفع هذه الصلاة متحدا مع أخي نيافة الأنبى بوترس مطران إبرشية المينيا الشرفي من أجل بالأخص كل كهنتنا وكل الأحباء في إبرشية المينيا عندي كل الثقة والإيمان عندما نتحد جميعنا ونضع عينينا على شخص الرب يسوع هو القادر أن يعبر بنا هذه الجائحة بكل سلام إلى بر الأمان أطلب هذا بشفاعة أمنا العزراء القديسة مريم وجميع صفوف القديسين وكل عام وجميعكم وحضراتكم بكل خير أمين